السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى مش هنتكلم عن حاجة. هناخد شوية اسئلة كده لان بقى لنا كزا مرة بنصيب الاسئلة بيبقى وقت قليل. وانا حاطت لينك تركم عليه كمية اسئلة جدا. اه حاطت لينك الناس تبعت عليه اسئلة. فاحنا هنحاول ناخد اسئلة برضو من من التعليقات اللي انتم حططوها. وهناخد اسئلة من الاسئلة اللي تحطت على اللينك وممكن من اللايف برضو يعني ان شاء الله ممكن يكون فيه فرصة لإجابة اسئلة كتير. بإذن الله يعني. حسن بالوقت. خلينا نشوف الاسئلة. اه اي من الوهيبي. كان حاطت تعليق لسه من شوية. الخدمات التعليمية المدرسين حضرك ناسوية ما دكتور وهم احواج الناس لأفكار حضرك نظرا للدخل البسيط بالنسبة اليوم كمرتبت. طيب احنا طبعا هنتكلم على المدرسين لما يحبوا يسوقوا لنفسهم ويجيبوا دخل اه خاص ليهم. اه مش هنتكلم مع المدرسين اللي هم مثلا ايه مش شغالين في مدارس عادي. ده مش مجالنا. احنا هنتكلم على انه بيزن الصغير قائم على اه المدرس ده وامكانيات انه هو ممكن يدارس للناس. اه الحقيقة كمان اه في وجود المشاكل بتاعة كورونا وقفل المدارس دي فرصة للمدرسين. بس مش لأي مدرسين. فرصة للمدرسين اللي قدروا ي يستوعبوا التكنولوجيا او كان عندهم فكرة عن التكنولوجيا بتاعة شغل الانلاين. اه الانلاين دلوقتي بقى الدنيا حصل لها شفت في الانلاين. يعني انا من حسن الحظ شخصيا كان عشان اه ابدي اونلاين قبل الكورونا دي بسنتين. انا من شهر مارس اللي فات ما ما مشتغلناش خلاص ماش كورسات حتى اللي كانوا شغالين نقلناهم اونلاين. وكنت قبل كده حاطت كورساتي اونلاين متسجلة. فانا هحاول ادي للمدرسين او اي ناس في المجال التدريب او التعليم يعني شوية حاجات ممكن ملاحظات ممكن تفيدهم. ازاي نستفيد بالنت كمدرسين او كمحاردرين ومدربين في ان احنا نستفيد من الازمة الحالية. ايه هي الادوات? اولا حضرتك مش هكلمك عن انك تبقى قوي في مادتك. انا هكلمك على ان انت ازاي تتعامل مع التكنولوجيا وازاي تعمل نفسك برسونال براندين. خليها نتكلم في التكنولوجيا الاول. لازم تفهم يعني ايه زوم وبيشتغل كويس ازاي? لازم تعرف تدي دروس على زوم لايف. اونلاين كده لايف لطالب واحد او لمجموعة. دي دي مهمة. دي من الادوات الاساسية دلوقتي. والزوم طبعا هو بقى اشهر برنامج وانا بصراحة كنت مستقرة على زوم قبل برضو الكورونا بشهور كتير. لان انا شفت فيه ميزات ومستقر وبسيط وانت حتى لو هتعمل اكاونت مدفوع مش غالي وخمستاشر دولار. ولو كان انت عايز تشتغل من الفري ممكن. بس هيبقى هيقفل بعد اربعين ديقة. ده الفرق الوحيد بينه وبين المدفوع. دي اول حاجة. فانت لازم تعرف ازاي تتعامل معها. طيب انت عن طريق زوم بقى. اه الناس محتاج انت تكتب لهم حاجات. يبقى حارك هتضطر انك انت تستبدل البورد العادية بحاجة اسمها رايتينج تابلت. وانا يعني عندي كزا نوع منهم وموجودين في السوق وبيتبعهم شغالين من اول الفين جنيه. وفيه شركة محترمة انا تعملت معها في المعادي واشتريت منهم اه الحاجات دي وعندهم كزا موديل يعني. اه اسمها ديجي تايزر حاول تدوروا عليها وممكن ابقى احط لكم اللينك بعد كده. طبعا ده مش اعلاني يعني انا مش اخد فلوس بس انا عشان عجبني تعملهم وصاحب الشركة بنفسه بيه يعني بيهتم بخدمة العملة والناس كلها تبقى واخدة بالخدمة الحقيقية فيعني ده نوع من التشجيئة ليهم يعني. فهو اه هتجيب منهم تابلت زي كده. وتبقى موصله وطالع لايك. وبعدين تشير سكرين وتقعد تكتب للناس لو انت مدرس حاجات محتاجك تابها. دي اساسية خلاص بقت ادوات لا غنى عنها اطلاقا. اه ما ينفعش حضرتك تقول لي انا شغال اه مثلا اونلاين دلوقتي او انا مثلا مدرس وتيجي تقول لي اه بس انا ما فهمش في الحاجات دي. لا ما تفهمش في الحاجات دي. خلاص هيتجاوزك القطار هيفوتك. معتش بديل. لم تسجل فيديوهات ولو بالموبايل. حاول بس هي تتأكد ان الصوت طالع كويس. الفيديوهات دي تعمل لنفسك قناة على اليوتيوب. تعمل لنفسك صفحة على الفيسبوك. كلها حاجات مجانية. وتبدأ تدي للناس اه دروس مجانية. الناس هتسأل نفسها طب احنا نروح لك ليه? ليه المدرس ده وليه مش غيره? فهم عايزين يتطمنوا ان انت راجل بتدي اه بجودة وبتفهمه متأمكن من المادة وحاجات زي كده. ده اه ده مهم. وبعدين ما تجيش تقول لي طب انا لما ادي ببلاش اه هيدفعوا ليه? مفيش حاجة اسمها كده. انت اولا مستحيل هتشرح كل المناهج بتاعت كل السنين اللي انت بتديها ببلاش. مستحيل يا. هتدي منها اجزاء وخليك كريم ادي اجزاء كتير. وعلى قد ما تعطي على قد ما الناس هتقدر ده و هتشترك. يعني مش عايز اقول لك اعمل زي. بس خلينا اقول لك اعمل زي. لان انا فيه ناس كتير حتى بيبعطولي من المحاضرين. مستغربين من من كمية المحتوى اللي انا قاعد احطه وحاجات جوا الكورس وحاجات برا الكورس. طب ليه ببلاش? طب الناس ليه بتدفع فلوس? بس ناس كتير بتدفع لي فلوس يعني عشان ياخدوا الكورسات. رغم ان انا بدي حاجات ببلاش. مفيش مشكلة يعني. يعني ما تقلقش ما تقصد. اه يبقى انت عندك اه تشوف تحط فيديوهات مسجلة. لو عارفت تسجل كورس كامل وتحطه على موقع زي اوديمي. هيبقى لزيز جد. بس طبعا انت محتاج الاول بقى ايه? علشان تنجح محتاج تعمل برسونال براندينج. فالصفحة بتاعتك لما هتنزل المحتوى ويبدأ الناس يلاقوا فيه خيمة ويبدأوا يشاروها. هتبدأ تتعرف واحدة واحدة. مفيش منع تعمل اعلان حتى بفلوس. اه الفيديوهات اللي انت هتسجلها دي. ممكن انت تشط شوية على اليوتيوب. وشوية او تكمل المنهج في فيديوهات تديها للناس يدون لدوها او تديها لهم على فلاش. وهنا حضراك هتبقى محتاج حاجة تانية من الادوات محتاج للحماية. علشان يعني عندنا ثقافة حقوق الملكية ضعيفة شوية. اه ممكن واحد يشتري الهعدة وينسخل حبايبه. فانت بتحمي حقوقك. بانك بتتعامل بتجيب صوفتوير في حاجة اسمها دي ار ام. ديجيتال رايتس مانجمينت اللي هي حقوق الملكية الرقمية. ادارة حقوق الملكية الرقمية. صوفتوير مخصوص لكذا. ده بيعمل ايه? بيشفر الفيديوهات. حسب ما انت بقى عايز. الفيديو ممكن يتقفل ما يتفتحش غير على الكمبيوتر واحد. ممكن في ناس تانية عاملة صوفتوير ما يتفتحش غير والفلاشة موجود. يعني المهم حماية تمنع من النسخه. علشان ده ما يضركش يعني. فده بالنسبة للمدرسين وفي ناس كتير عاملين تجارب ناجحة. وحاول بقى تغش منهم. آآ بتوقع شركة اسمها ايديو ستيج. آآ هشام اسماعيل. يعني دول ناس آآ حبايبي من زمان يعني آآ من اول من تقريبا من ساعة ما بدأوا الشركة بتاعتهم من خمس ست سنين. ما فيش مانع انك تشوف بيعملوا ايه? بتعمل زيه? اعمل زيه يعني شوف انا بعمل ايه وعمل زيه? ما هو تعريب ما هو يعني شبه شبه الموضوع. هتلاقي الناس بيشتروا فيديوهات ده ونلدوها وياخدوا فلاشات. الناس بياخدوا من علي يو دمي. بدي كرسات على زوم آآ آآ كرسات في المكان اللي عايز يجي خلاص مفيش. آآ هو ده. النقلة شوية الحاجات البسيطة دي عنقذت شركات كاملة من الاغلاق. النقلة دي من انك انت تشتغل بلدي كده فيس توفيس والناس تيجي تقعدوا وتديها كلامه وبورده وبتاع. آآ ولازم ما تدرسين يفكروا في الموضوع ديجيتال. وياحمد ربنا ان انت من الانشطة اللي ينفع كمدرس تنقل نشاطك فيه ناس تانية آآ ما عندهاش السهولة دي يعني صعب. آآ فيعني كده دي طبعا تعمل براندينج لنفسك ازاي ده موضوع بقى ينطبق عليه آآ ينطبق عليك وعلى كل الانشطة اللي هي محتاجة بيرسونال براندينج. انت والدكترة والجرافيك ديزاينرز والآآ مهندسين المعمريين فريلانسرز في اي مجال محتاجين يعملوا بيرسونال براندينج لكونسالتنس المحاضرين. والبيرسونال براندينج دلوقتي بقى موضوع مش سهل خالص ادواته موجودة. ادواته النيت واحنا كلنا نستوي مع السي ان ان. الادوات اللي مع السي ان ان معك. بيطلعوا لايف انت بتطلع لايف. بتسجلوا وتحطوا على اليوتيوب آآ زي ما هم بيحطوا فيديوهات مسجلة. هم انتشرهم اكتر شوية. انت مش عايز تنتشر للعالم كله زي سينان. دي قناة اخبارية للعالم. انت عايز للشريحة بتاعتك توصل لهم. اوصل ان شاء الله توصل لعشرين تلاتين في الاول. يبقوا مية يبقوا خمسمية. حسب بقى حاجة مش ريحتك قد ايه. فده بقى سهل جدا. كلمة بيرسونال براندينج. آآ ايام ما كان. انا في بداياتي في البزنس. كان يقتصر على الفنانين المشهير جدا. ولعيب تلكرة المشهير جدا. وكان ليهم وكالات. وكان ما لهاش حل ان لازم غير يطلعوا في التلفزيون. واكتب عنهم في الجرايد. دلوقتي بقى فيه مشهير على النت. بقى اتجاه عكسي. يعني يتشهروا كده اونلاين. وبعدين يجي التلفزيون يستضفهم. ودي بتحصل بقى دلوقتي كتير جدا. اشتركوا في القناة